مساء الجمال في نقطة مهمة لازم اوضحها جدا على موضوع الراجل الكويتي يعني هجم كده على الموظف المصري المحترم واليد أثناء عمله ومفاجأة كده هو بيتكلم وضربه بالألم بقلة زوق أنا عملت فيديو مبارح وأنا في الفيديو بتكلم يعني طبعا ما كنتش محضر كنت الموضوع استفزني جدا فبتكلم يعني مش موضح يعني بصوا بتكلم الكرة معي بتكلم كنت على الراجل كنت شادت في الكلام قوي فبص الكلام بقول ايه يعني ده قرامة المصريين ازاي السفير قلت بقى السفير الكويتي والسفير الاماراتي أنا أقصد السفير بتاعنا احنا هنعمل الفيديو ده عشان أوضح الموضوع ده أنا أقصد السفير بتاعنا احنا المصري اللي عايش هناك في الصفارة الكويتي في الصفارة في الكويت السفير المصري اللي في الامارات السفير المصري اللي في قطر السفير المصري اللي في الأردن وهكذا بتكلم عليه لما أنا كني أنا السفير المصري في الكويت وفي مواطن مصري في الكويت بيتهان وبيتضرب بالقلم أثناء تأدية عمله من غير ما يعمل أي شيء من غير ما يبتدي بأي إساءة للراجل الكويتي هو اللي أسأله وأسأل للكويتة كلهم أنا بقى السفير المصري هيبقى مبسوط هيبقى قرمتي كويسة هقدر أقابل الكويتيين وامشي كده في الناس ونعمل اجتماعات ونتكلم في السياسة وأنا رفع راسي لا يبقى ما عندش دم لو أي سفير مصري عايش في دولة فيها واحد اتهان ونزلت فيديوهات الحمد لله دلوقتي القاميرات المراقبة بتقومها محطوطة القاميرات تجيب الموقف القاميرات محطوطة في كل حتة دلوقتي الحمد لله فلما يجي واحد اتهان مصري في بلد أنا سفير المصري أنا السفير المصري في البلد دي يعني السفير المصري الكويتي لما يشوف الفيديو ده والناس أكيد شافتها شافت الفيديو وورده لدلوقتي بتشوف أي فيديو وانت قاعد ده انت لو انت قاعد في الحمام هتعمل كده الموبايل هتشوف الفيديو فلو هو اتهان المصري ده يبقى انت اتهنت انت السفير المصري اتهنت ما تقبلش على نفسك كده ولازم الموضوع ده مش الموضوع ده الموضوع اللي اهانة للمصري في البلاد العربية لازم يبقى ليه حل وانه بقى اقوى من كده واذا كان الراجل اللي صاحب السوبر ماركت الكويتي طلع له محامي قوي مع المصري ده احنا كمان السفر لازم تقوم اقوى محامي للمصري ده ياخد حقه بس ده اللي كنت عايز اوضحه وقلت جملة تاني برضو لازم اوضحها قلت الناس في الدول العربية الناس الكبر في السن في الامارات في قطر في السعودية في الكويت الناس اللي عندها ستين سنة وخمسين سنة هما دول لما كانوا بيدرسوا في السنوية وفي الجامعة كانوا بيدرسوا في مصر كانت مصر بالنسبة لهم يقول لك انا اروح ادرس في مصر وياما امراء دول ورؤساء دول عربية كانوا في الجامعات هنا في مصر فا والكليات وفي كل حطة في مصر لكن الموضة دلوقتي الشباب بيتعلموا فيه ياما في بلده فيه مدارس اجنبية ياما بيدرس في اوروبا فيعني ملامس قوي المصريين اللي لمس المصريين وحبهم هما الناس الكبار في السن فالكبار في السن مش هما اللي بيتعاملوا دلوقتي مع المصريين مش هو اللي بينزل في الشرع مع المصري مش هو اللي بيقابلوا في القفية مش هو اللي بيقابلوا في الحتة دي في الدول العربية فاللي ممكن يهين واحد مصري ما يعرفش قيمة المصريين لانه هو شاب ما يعرفش قيمة المصري اللي يعرف قيمة المصريين هما الناس الكبار اسألوني انا لاعب محترف ومدرب محترف عشت في كذا دولة عربية الناس الكبيرة اول ما يشوفون انت مصري ياخد حضنه كده يقول ده احسن ناس مصري انا علمني مدرس مصري انا الفلان ده بحبه ده وفي ناس كبيرة في السن لها شؤة هنا في مصر من حبها في مصر كل شوية يجي يقضوا وقته في مصر عشان بيحبوا مصر لكن الشاب الصغير ما يعرفش قيمة الايه المثال بسيط اوي اوي هنا في مصر مثلا انت كراجل اتربيت في قرية ولما كبرت واشتغلت في القاهرة وخلفت ولد صغير في القاهرة مصري الولد ده كبر هل الولد هيحب القرية اللي انت كنت فيها انت هتبقى كراجل كبير مشتاق تروح القرية بتاعتك وتشوف صحابك بتوع زمان انما الولد لما هيجي معك في القرية هيبقى مخنوق يلا يلا بابا مش بقى يا بابا عايزين بقى اقعد عنات شوية في القرية انا اقعد مع اصحابي شوية هيبقى مش هيبقى فرحان ان هو في القرية دي لانك انت ابو كنت عايش وانت صغير في القرية دي فبتحبها هو اتولد في القاهرة فيعني مش طايق يروح القرية مش كرهل في القرية هو ما بيحبش القرية زي انت ما بتحبها وصل معنا شكرا شكرا